اهلا بكل متابعي يلا كورة في كل مكان ولقاء خاص لقاءنا النهاردة لقاء مختلف لقاءنا النهاردة مع واحد من نجوم حراسة المرمى في كرة القدم المصرية نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق الكابتن امير عبد الحميد كابتن امير مشارفنا ومنوارنا في يلا كورة ربان اخي ليك يا مصطفى انا سعيدنا معاك وطبعا سعيدنا انا في يلا كورة وان شاء الله دي بقى حلقة كويسة ان شاء الله كابتن امير في البداية كده كلمنا عن بداياتك مع النادي الاهلي كانت ازاي بدايات خالص مافيش يمكن وانا عندي تسعة سين عشرة سينج اختبارات عادي في النادي الاهلي يعني انا من نشكي النادي الاهلي وولادي النادي زي ما بيقولوا يعني يمكن الطريف في الموضوع ان انا انت عارف في الاختبارات وكده في النادي الاهلي او في اي نادي انت بتدعب تقسيمة صغيرة ربع ساعة او ربع ساعة ايا كان بقى هم السيستم المحطوط فأنا ما كاملتش الربس كرة واحدة صدتها فكان أعتقد كابتن أمين عربي كان هو اللي بيحكم التأسيمة وكان فيه بقى نجوم كبار وأساطير كانت بره كابتن إكرامي وكابتن شطة وكابتن إبراهيم عبدالصمد وكابتن أحمد عبدالباقي وكابتن فاوز سكوتي كله دول كانوا دكتور مفتي إبراهيم ودكتور عمرا بل مجد ناس كتير جدا كان بتتفرج فالحمد لله من أول كرة قالوا لي لا تعالى ده يمضي على طول فمضيت والطريف بقى أكتر كمان إن أنا لما أنا خلصت الاختبارات أعت كتيرون عبدالصمد قال لي استنى هنا فهو أنا أعت فالناس اللي هي ما كانش فيه التوفيق إليهم قال لهم استنوا برضو في المكان دوت وإيه وهن وهنقول لكم المواعيد إمتى فأنا كنت أقدم مشوى خبالي إن دول ما تقابلوش أو كده فكان ساعتها جنبي أحمد السعدني طبعا النجم الكبير الفنان العظيم وكان معايا يوسف الشريف ومثل برضو الجميل كنا عاديين جانب بعض وبنتكلم لسه كنا بنتعرف على بعض فالمهم يعني هما خلاص قاموا بقى وراح عشانا يكاملوا الاختبارات وأنا كنت قاعد فالناس اللي هي كانت حتمشي دي فأنا مشيت بقى افتكرت بقى إن المجموعة دي تمشي وخلاص ويجوا بقى يعني هنقول لهم في شهر ستة المهم هو أنا مشيت ليت إيه واحد بيجروا رايا ليتوا عم حارس فقال لي جابني من كوب رأس النيل فقال لي أنت أمير فقال لي النادي مقلوب أنت زاي مشيت ورحت فين بدرهه عليك وكده فقالت له ليه قال لي boundت زاي مشيت قال لي لأ أنت كنتِعت في المجموعة اللي هيها تمشين ارجع على النادي فرجعت كان ساعت عام جمعة اللي هيرحمه من أكبر الناس الإيدرنين اللي في النادي الأهلي اللي هيرحمه كان برضو محبوب من كل الناس أه ساعتها هو يشفني وقال لي ده بقى من ضمن الناس اللي هي الكلامة يعني او تم اختيار الكابتن الكرامي عن طريقه. لان هو كان ساكن جنبه في عين شمس اعتاقت زمان. فشافه كان بيلعف الشارع فقدوا النادي فهو مكتشفه كابتن الكرامي يعني. فقال لي انت اقول كويس هو بتاع فقالوا لي امضي على طول مضيت. ومن ساعتها بقى الحمد لله دخلنا بقى ايه كان دخلت انا مع الناس القديمة. اللي هو كان حسام عبدالعيل محمود عبدالحكيم. آآ نادر عبدالباقي. ناس اسامي يعني آآ اللي عبت فيه ناس كمنت وفيه ناس لا وفيه ناس بتطرب دلوقتي. فالمهم آآ قالوا لي انت موجود آآ معنا ومشان فيه فالعب. دخلت انا بقى من الناس الجداد مع القدامة على طول. والعب نمطش ضد طنطة كنت كويس جدا فيه. وكل ما بتدخل في دورة كنت باخد احسن حارس. فالحمد الله سماعت من الناس صغير بسرعة. ان فيه قول اسمه امير في الناشئين. آآ في مدرسة الكورة وكده. حد بقى ما راح للسنية وكنت بقى لعب مع السنة اكبر مني وكده. حد الفرية الاول. كلمنا بقى عن كواليس آآ مشاركتك في بطولة كاس العامل الاندية مع النادي الاهلي. بص الكاس العامل الاندية طبعا كان بالنسبة لنا حدث تاريخي وحدث كبير جدا وكان في نفس الوقت الواحد كان امنيت حياته انه هو يلعب آآ اصلا في النادي الاهلي. فلما تلعب في النادي الاي وانت واخد بطولة كارية زي الافريكي وكده تروح توصل لكاس العامل الاندية وخصوصا انك انت بتلعب اول بطولة اني اول بطولة اعطاها كانت في اسبانيا. كان نادي الزمالك خد بطولة افريقية ساعدها وتلاغت. ام. فاحنا كنا اول نادي مصري يلعب في الكاس العامل الاندية. فروحنا اجواء عالمية. آآ جو طبعا مختلف تماما اه ممكن ما كانش فيه نصيب لان انا العب اول مشاركة. النادي الاهلي طبعا في كل النسخ كان بيروح كاس عامل الاندية كان ليا نصيب ان انا اشارك في النسخة اللي بعديها 2006 و2008. طبعا تاريخنا في الكاس عامل الاندية كان فيه اخفاقات وكان فيه نجاحات. الاخفاقات دي فرقت معنا في اول اه وتعلمنا منها. ان ان انت اول بطولة واول نسخة كانت في اليابان طبعا مكناش اه واخدين عالجو جو صعب جدا. توقيت مختلف. انت عشان تتاقلم هناك عالجو بتوعب تلات ايام. عشان تفوق. ومش عشان تلعب. اه ما كناش رحنا معسكر قبلها بحوالي اقال من اسبوع واسبوع. ده ما كانش يكفي. المرة اللي بعديها رحنا قبلها بعشرة ايام وقلعبنا ماتش ودي. واخدنا مركز تالت. فهي كانت بالنسبة لي بطولة طبعا الاجواء. وباخد خبرات منه ان احنا اول بطولة لنا اقاية ونسخة ما حققناش مركز كويس. اه النسخة اللي بعديها الحمد لله حقق انا مركز التالت وكانت بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا. فانا كنت هتشارك كاس على ماندية عدس تاريخي. والناس العالم كله بتفرج عليك. سبب خلافك مع كابتن حسام البادري في النادي الان. بص هو يعني كان سوق التفاهم. وساعاتها في حاجات كابت حسام فاهمها بشكل خاطئ. بمعنى. معنى ان انا كنت ساعاتها مصاب. كان عندي زي كرامب. مش شد ولا مزق. كرامب. متمرن كان اجهاد فعمل كرامب في العدلة الخلفية. واصلا وانا ساهق لاني كنا متمرن جامد مع كابتن احمد ناجي. واحنا وانا ماشي بطريقة حساب بيها. لما روحت النادي كان قبل مطش المنصورة في الدورة. وده بعد ما جينا بقى من دورة لندن وبعد ما جينا من دورة المانيا بتاعت الزيتون كنت عامل بطولة غير طبيعية. وانا كنت اصلا قابليها. كان كنت انا عايز اروح اعرع وامشي اروح ناجي تاني العب. لكن النادي كان رافض. في نفس وقت كابت حساب تكلم معي. قال انت اللي هتفضل وانت اللي هتشنني وهو الاخر. طوله خلاص يا كابتن اوكي. وكان منا وروحنا دورة الزيتون وروحنا دورة آآ آآ لندن. وعملت آآ فاصلت كويسة جدا. حتى اتذكر في دورة الزيتون لعبنا جلتة سراي بار ليفر كوزن. آآ بايا ليفر كوزن كان ساعتها اعتقد رئيسي النادي كان فولر. رودي فولر. نزل برضو شجعني. وكان آآ ريكورد كان مسك جلتة سراي. كلم معي بشكل كويس. عملت بطولة كويسة جدا. فوجيت بقى ان انا ما جيت في الدورة ما لعبتش. فساعتها لما جالي الشد. حتى كنت احتياطي اول ماتش المحلة. كان في السادة كلها الحربية. كان احمد عبدالمنعم اللي كان بيالعب اللقاء. فاتكلم معي وقال يا امير احنا طبش تلعب والدورة واشاعتها قلت له خلاص اجابت ما فيش مشكلة خالص. فلعبنا للمحلة. اول ماتش في الدورة. بعد كده فوجيت ان انا لما جالي كرامب فبقول لك كابتن حسام انا رجلت يعني قلت لك كان ساعتها كابتن هادي كابتن حسام ما كانش موجود كان في الملعب. وكان ساعتها الدكتور رهاب علي وكابتن احمد ناجي وكابتن هادي خشط. هم اللي عارفين ان جالي كرامب. فكله قلت لعشان ما يزيتش. قلتهم لأ عشان الكابتن حسام ما يفهمش حاجة. او حد يفهم حاجة. انا عايز اكمل وادوس عشان اخش مع العيبة. قال له لا ريح المسؤولين وكده. فريحت. فطبيعي ان هم ينقلوا الصورة مين? كابتن حسام. كابتن حسام. ما معرفش ما اسمعش. او قال لهم اه ممكن يكون قالوله اكيد قالوله. تمام? ممكن ما يكونش سمع او ممكن يكون سمع او فاكر ان انا بقى ضعي اصابة او حاجة. الله اعلم بنيته وتفكيره كان ساعتها. فانا لقيت نفسي برا الاسكور. تمام يا جماعة. انا اخد حقا وبضحي عشان خاطرها بموجود. ازاي ببرا الاسكور. فهو الدكتور انا بقال لي تعال بس انا عايزك. ففهمت ان هو ايه مش عايز يسمع لهم. اه. فابروح له بقول لك ان حسام ان دوقتي اعزا فهم بس انا طلعت برا لي. فاني ولا طبي. لو طبي حصل موقف مبارح وطلعت وخدت حقا. اعتقد الدكتورة والكيابات ان قالوا لك. هل انا شايف كده? انت طلعت لعبر الاسكور. بس من هنا شدت اه هو فيه محابة ولط وبعدين شد كان فيه مشدة كلمية بيني وبينه بس وساعتها كان اه اه حصل او اكررت ان انا خلاص اباد عن النادي غزبا عني جدا ان انا كنتش عايز اصيب النادي الاهلي. لكن اه الحمد لله الاهم ان انا ارجع النادي الاهلي ورجعت كمسؤول في اكاديمية النادي الاهلي ان انا بقى موجود جوا النادي انا ابني من ابناء النادي الاهلي يعني. اه ده بس النقاش اللي كان حصل بيني من كابتن حسام بسبب من شدة النادي الاهلي. هل فعلا اه كابتن اصام الحضري ظلمت? اه اكيد طبعا وجوده من ظلمنا بس ده ظلم ناس كتير. مش عاوزه للزلم. مداش فرصة كويسة للناس تلعب. زي الفرصة اللي زي دلوقتي اللي موجودة. يعني وجوده كان بيلعب مع النادي الاهلي بشكل اساسي ومنتخب. فانت عندك مقفول عليك في المنتخب ومقفول عليك في النادي. هو كان بيقد بشكل كويس ومشي بشكل اه مستوى كان بيزيد. يمكن انا شاركت اكيد بس بعض يعني كاس مصر كنت بقى شاركت. لو خدنا دوري بكمل انا الدوري. فلعبت وشاركت اتعور هو في كده. شاركت لكن مش بالصفة اساسية. فبالتالي بتروح المنتخب. ما بتروح المنتخب هو الاساسي. سواء حتى لما احترف او هو موجود في النادي الاه. فحراس كتير. يعني ساعتها عبدالواحد ما اخدش فرصته عبدالمنصف كان الفترة الاخيرة كان آآ فترة المكان متواجد برضو خد فترة انه يلعب بشكل اساسي. وآآ من تسعين لحد الفين الفين ومسلا نقول ستة سبعة كان هو بيلعب بشكل اساسي كان محترف. وكان الحضر يمسك من الفين وستة بقى وانت طالع لعب. فبالتالي انت معندكش فرصة اصلا انك انت تلعب. وكل ما يجي لقعرق او يجي لقعد احترافك النادي اللي قال لي يقولك لأ انت مستقبل اينادي فخليك. ابرز بقى المواقف اللي ما تنساهش مع سامن الحضرين. آآ الموقف اللي مسافر. آآ آآ لما مسافر كان عندنا مطش المصري. هو كل مطش كليه مركز في التسخين والتمرين وكده فهو اتكلم معايا قال لي آآ فشافني كده فقالي تعالى فقالت له ماشي. فجيت انا كل مرة بقعد اقول له بتوفيق كابتن مش عاليف ايه. فقال لي بص بعض المطش راحصل حاجة خير يعني ليه وليك وبتاع. قلت له طب خير ليه وليك ماشي انت بتلعب. خير ايجي ازاي. ما قال ليش قال لي قال لي هقولك بعدين وبتاع. تكلمني بالليل ومن داردش بعدين مطش ربنا يا كرامنا وكده. قلت له ماشي. كنا كسبنا واحد صفر اعتقد في لافي والناطش ده. تعريبا او متعب مش فاكر. فدخلت القوضة ابتديت ايه يعني. اعرف شوية مكتنا مادة النحاس. قال لي ساعتها انا عارف الحضر عاوزك في ايه وكده. لانه برضو ده الكلام ده كان في تسخين الملعب. بعد ما دخلنا القوضة وبياخد شاور باعشان يجزل المطش وابي من ارى الفتحة. فبقول له مش عايز تقول لي برضو قال لي خلاص با اقولك بعدين. فكان ساعتها كنت عمد ان احاس بيني وبيني يعني انا اعدك. كنت عمد ان احاس والحضر. فقال لي انا عارف الحضر عاوزك في ايه. قلت له طولي قال لي اقول لك بعدين. طول برضو بعدين. عدى المطش. فبعد المطش بقى رح قال لي اه. قال لي الشكل الحضر اللي ما اضفنا دي. قلت له ازاي. يعني مش فاهم حاجة. لسا ده ان الحضر هيسافر اوروبا. طب ماشي هيسافر اوروبا. يعني اكيد مفروض بقى لو في عدد احتراب بنقعد والنادي ونحتفل ودنيا. ففجيت. الصبح. انك انت عمدنا الحاسب يكريمني الساعة تمانية قال لي مش انا قلت لك. قلت له على ايه. انا مش فاهم حاجة. انا عندنا معسكر مطش المحلة. اه. قال لي الحضر الوقتي في طيارة في السويسرا كذا كذا كذا. خدقتش. ما تهدقش غير وانا عارف النادي. يعني انا في التمرين مش لقى مش موجود الحضر يفهم? اه. والناس كلها بقى سبوت كله عليك الكاميرات كلها وانت مساعة ما نزدت من العربية. لحد المحلة هناك الناس بتصورك جوه الترقة والكاميرات. حدث بالنسبة لي موقف مش هنسيه طبعا. قلت خلاص يا بداية بقى انت هتقلق. موقف بقى من الكواليس ما تنسهوش مع الكابتن محمد ابوتريكا. اقول لك. اتكرت. هو مش موقف بيني وبينه ابوتريكا. هو موقف كان مطش الاسماعيلي. اه. قبل النهائي. سيمين فقائنا الكاس مصر. فابوتريكا ما كانش موفق الشوط الاولاني خالص. فمستر مامور بزيل دخل بين الشوطين. فكنت كابتن احمد حسن كان قاعد كده. وانا. وجنبي كابتن احمد آآ برجات. كده. والجمعة حضري. كده. مم. فانا كنت بلعب اساسي الكاس كله. ده كان سيمي فانا مطش الاسماعيلي. المهم دخل وزعق جامد وكده. وبعد كيس سأل واحد واحد. فقال لي كابتن احمد حسن كان عندي العيب رقمتين وعشرين فين. فاآآ كابتن احمد حسن عمل كده. وبعدين سألني. كافيلة عندي العيب موهوب اسمه آآ رقمتين وعشرين فين هو انا عايز افهم. حد يرد علي رد. فانا بس قلت له اهو. فالمهم راح مزعق علي قال لي اهو فين? انا مش شايفه. تمام? فقلت له ابتريكا اهو. والناس اللي عيبها طبعا كله عايز يضحك وكده. فقلت له ابتريكا ده موجود. والشورت تاني ان شاء الله يبقى كويس. قال لي لا مش حاجة اسمها كده. لازم يبقى يلي هو. ومش عارف ايه. راح معديه. فسأله بقى. قال له انت آآ. قال له انت في رقمتين وعشرين كان عندي هنا. ما تعرفش راح فين? وحمسه بطريقة زكية. نزل اول لمسة لابتريكا شروط تاني جاب جوله. طب اكيد وجودك في النادي الاهلي مع محمد بركات لازم انا هيعد عليك مواقف طريفة. اكيد كنت مش هيسيبك في حالة. كنا بلعب اسك. اسك يا ابت جاني. اسك يا ابت جاني. اه هو كان ساعتا بلعب بكرايت. كان احمد صديق موقوف او مصاب. وبركات بلعب. فمفروض ان هو فيه كورنر. وانا كنت ماتش ده عالمي. فيه. قبل ماتش قانينبا والقطن. فمسا ما رجل زي كان حطت بركات على القايم الاول. الممت رفعت كورنر. فالولد حطها بالنقو صعبة جدا عكس التجاهي. فانا طلعتها من تحت رجل بركاته. خلاص. فبركات فضل مسك العرضة. وعمال يسألني انت انت طلعت الكلة دي ازاي? لا قولي لا قولي. والهجمة علينا. يعني هما هيلعبوا هجمة. بركات يلا فيها هجمة. بعد ما خلص راح جايلي بقى ايه قاعد يبوس فيها ويهزيني كده جامد جدا. فانا قلتها بركات فيه. يعني بتحيس ان انت مش في الملعب ومش سيمي فاينال مثلا او حاجة ماتش مهمة في بطولة الفراكة. فهو بركات في الملعب عليه حاجات كده كوميدية طبعا. رأيك في هداي النادي العليف بطولة كاس العامل الاندية. بص كاس العامل ناس في مجلس ادارة افتحاد الكرة قالوا ان النادي العليف بكامل نجومه. طيب كامل نجوم ومفروض ان انا عشان اروح كاس العالم لازم ببقى كامل نجوم موجودين معايا. في المعسكرات وفي المحشات الودية والاستعداد لها زي ما حصل قبل كده. احنا كان النادي القلب يلعب بالاساسيين بالدولين بكل حاجة. ماتش بالليل بتليم سافر. او بالليل بتليم. بس المجموعة مع بعض. لكن انت بتتكلم النهاردة. توقيت البطولة الافراقية. اا يعني مع توقيت الكاس العالم. عندك ست سبع لعبة دوليين مش موجودين معاك. عندك اا اا اكرم توفيق طبعا مصاب. بناش فيه. فانت ما عندكش حد هيكمل معاك البطولة. ما تضمطش بالنسبة لعلي والناس المحترفة بقانون اهو جالك اا موضوع كورونا. اا علي وآآ وآآ يعني كان في يعني لو مصر قدرها مكتش كملت. كنت هتلاقي اللعبة. ها ممكن. مم. وكان طبعا ديانج وعلي حسب وبنون حسب الفرق بتاعتهم هيتخرج. فانت كان في حسابات غريبة. فالظروف كانت صعبة. التوقيت ما كانش مناسب. اا النادي الاهلي لما راح راح بجزء من الشباب. لعب كاسة رابطة بالشباب. الناس اللي ما بتلعبش. اللي مفروض هتشارك كمان في الكاس العالم. لعبة ماتش سموحة. يعني كان فيه استعداد وكان اكيد الرجل اللي خلي بالك ان راجل كان معظوش شوية في حاجة. ان انت الناس تقول لك هو ما فيه ناس موجودة. كبيرة. يعني افشا وياسر ورامي وعالي والناس دي كلها. ما شاركوش. لان اربعة خمسة ستة منهم كورونا. تمام? تاني حاجة انت لو شاركت واجهزت ممكن حد رقدر يتعور. يبقى عندك كارثة. حد يتعور في كاسة رابطة مع الغيابات. مشكلة كبيرة جدا. فالناس كانت قال انا. وانت عارف البطولات الكبيرة بيبقى اول لقاء مهم. يا اما بيديك دفعة معنوية جبيرة جدا. انه تحقق انك الطموح اللي انت عايز بتكسب بتلعب على اقل تلاتة ورابع. يا اما تكسب سبين فاينل وتخش فاينل. وده اللي احنا كن بنطمع فيه سواء دولين او مش دولين. لكن في ايه سابات. وخلينا واقعين. قبل البطولة كانت الامور صعبة. ونسأل انا. لكن نادل اقل بمن حضر زي ما بيقولوا. نادل اقل اي حد بتشيرت الناد الاهلي هيدافع عن الكيان بقلبه وروح المكسب. وده اللي احنا تعودنا عليه. شوفنا الشباب وهم في كاسة الرابطة بيلعبوا بالاخر نفس. هو هو نفس القصة ده ما بتحصل للدولين ما كنوا موجودين بالاخر نفس. ده اللي اتعلمنا في الناد الاهلي من وحنا صغيرين وبنعلمهم من ولاده الصغيرين. وده التريك اللي جاي واللي قبل كده لاخر لحظة انت بدافع عن الكيان. فبالتالي اول مطش لينا في البطولات اللي قبل كده كان في اخفاقات ونجاحات. النجاحات في بداية المطش الاولاني. اعطيت العالم مرتين انت كسبت المطش الاولاني. الاخفاقات انك انت اخسرت المطش الاولاني. اه. فانك انت مع الظروف دي. واصابات وكورونا وغياب لعيبة دولية. وطيف مطش منتيري انك انت تروح باربع خمس فرص. فالناس ايه ده? وتكسب خلاص. انت دخلت بعد كده هتقابل الفريق اللي انت قابلته في النسخة الماضية. نفس الوقت. يعني عندك امل والناس كنت عندها امل. احنا اطمعنا بقى هنا. اطمعنا انك انت تكسب. اه. ده. وبعد كده هتخش على فاينل. فانت كده الناس كلها كابتكون. انا من الناس كابتتكلم ان انت على الاقل. على الاقل في الظروف دي. ما تنزلش على مركز التالت. برزلة العالم. قبل البطولة كنا متخوفين. لكن انا عارف الناد الاهلي باللعيبة اللي موجودة هتقادل بشكل كويس وبروح. وده اللي شوفنا في اول لقاء. طمعنا بقى مع الهدف مع الهدف الكبير اللي هو انك انت توصل. اه. جينا في ماتش اه بالمراس. اه. ما كانش فيه توفيق اه. في بعض الاوقات اللعيبة ما كانش في مستواها. اه. كان في عدم توفيق غير طبيعي. اه. خصوصا في اخر خمس ست اه دقايق. اه. خصوصا بتاعة عبدالقادر. يعني كانت الظروف ما كانتش بتسمح انك تكسب اللقاء. فبالتالي اه اكيد هما الولاد خلونا نطمع ونطمح ان احنا نخش بقى على نهائي الكاسة العامل اندية. لكن ما كانش فيه توفيق. لكن انا عايز اقوله ان باشكر اللعيبة طبعا من وجودهم اصلا في كاسة الفروكية ان هما يجيبوا بطولة غالية. اه وان هما يشاركوا كاسة العامل اندية وان هما دايما نفس الجيل هو هو اللي خدر البطولة اللي فاتت ونافذ. نافذ. فعلى اقل تحافظ على مركز التالت. فانا شايف اه من الخوف قابل البطولة بالظروف اللي موجودة لتطمع. لطمع. ان كنت هتخش بقى في الفاينال. لكن ما كانش فيه توفيق. ولكن انا مشكر اللعيبة وان شاء الله اللي جاي بقى احسن. ان شاء الله معطش اللي جايب نشوف بقى الكاسبان من الهلال او الخصام الهلال والشيلسي. نبتدي ان شاء الله اللعي بقى تركز وعلى عال ان شاء الله يا بنا وفهمي ياخدوا مركز تالية وياخدوا برونزية تاني وان شاء الله يا بقى البطولة اللي جاي يخش على الفاينال بإذن الله. تتمنى بقاء بيتسو موسيماني مع النادي الاهلي ولا رحيله? اتمنى طبعا وجوده لان انت مهم جدا الاستقرار والنادي الاهلي دايما معروف بالاستقرار اداري وفني وكل حاجة. فبالتالي اه ورجل يعني خد بطولات مع النادي وآآ بطولات اللي هو جابها بنسبة كبيرة جدا شارك آآ فيها وعمل انجازات فيها. في اه انا هشاف الاستقرار مهم وجوده مهم. آآ وان شاء الله هيكمل مع النادي الاهلي وان شاء الله اتمنى الاستقرار دايما للنادي الاهلي. هل فعلا النادي الاهلي محتاج حارس مارمى? محتاج حارس مارمى. بص المقولة دي بتتقال اول ما تلاقي دروب شوية بتخسر بتاع يقولك ايه? احنا النادي الاهلي عايز حارس مارمى. لك انت عندك النادي الشنو بيلعب في نادي الاهلي ومعاه علي رطفي ومعاه آآ مصطفى شبيرو مع حمزة. فلو احنا جيبنا حد كبير زي الشنو او يعني حد دولي او او لعب بشكل اساسي. وانت عندك علي لطفي حارس دولي ولعب في امبي ولعب مع متخبات الانشئين والشباب والاولمبي فعنده خبرات. هي الفكرة بس ان هو عدم استمرياته في اللعب بتخليه اكيد المقارنة صعبة وانا مش عايز المقارنة دي بتتعامل تاني لان كان ساعات الناس بتقارنني بالحضر يوم انا قلت قبل كده ما تقارنش احد آآ رقم واحد ولعب واو والاخره اتعرض لمواقف ولعب سنين عشان يوصل لهو في دوت وواحد ليس ما بدأش حياته فما ينفعش اجيب الشنوي وقارنب. احنا كنا الشنوي بنقارنب ان الحراس مرمى مصر كلهم. بنقول ان هو في مكانة والباقي كله يجي بعديه صح? الشنوي هيلعب هيلعب. فالتاني اللي عايز يلعب فهتخش في مشاكل. فانا شايف ان عالي في الاداء اللي هو بيقديه. آآ لازم عالي كمان ينقل يعني يلعب بشكل تركيز مية في المية. وده دي اللي بتجيب الحاجات السقة لجمهور. فبالتالي اهو انا شايف ان يعني يعني عالي هي مشكلة بسيطة بس ان السقة مع الجمهور شوية مع بعض الاعلام بيتكلم ان لازم حرس مرمى حرس مرمى فدي مقولة خلي بالك بتقليق اللعيب نفسه. مم. فبالتالي هيلعب هو مشدود. بيلعب وانا بتقارن بين الشنوي. طب انا هبقى اه لو حصل حاجة يا باشا. نو انا عالي عالي حرس كبير. وموهوب. ومن افضل حراس مرمى في مصر. ويلعب في النادي الاهلي. كان مكسر دنيا في امبي. فوجوده في النادي الاهلي اكيد مهم جدا. هل منتخبنا ان شاء الله قادر على الصعود لنهاية تكسل العالم? قادر طبعا. قادر انك انت خلي بالك هو ممكن سبحان الله يعني. ممكن انك انت متخدش البطولة دي. ليه اسباب معينة? يخليك تركز اكتر. يخليك تطلع بعد المطش بنص ساعة تقول ايه? انا هاخد طاري من السنغال. او ان انا هاخد حقي من السنغال. تمام? هتغل. هتركز اكتر. الناس تتكاتف اكتر. انت ممكن لو كنت كنت ممكن ايه? تيجي بعد كده انا كسبان سنغال وعادي مش ممكن تخسر بشكل مش كويس ومتصعدش كاساعة. لكن في ساعات اخفاقات بتجيب نجاحات بعد كده. وده اللي احنا لازم نبنى عليه ونتعلم منه. ان الفترة الجاية ان شاء الله بايزن الله. احنا عندنا العيبة كويسة جدا. عندنا جهاز فني محترام. عندنا عمساندة جماهرية. عمساندة اعلامية. لازم كل ده للمنتخب ومصلحة البلد. انك انت ان شاء الله بايزن الله تلاقي لعبة مركزة اكتر. اه يعني ربنا يا ان شاء الله ماتش السنغال وانا متفاقل ان شاء الله بايزن الله. لو خيارتك يا كابتن بين اه الفوز بكاس الامم الافريقية ولا الصعود لكاس العالم هتختار ايه? الاتنين. اختار الاتنين. كاس افريقيا طبعا مهم جدا لنا. وانتو اتصحب كاس عالم. مش اختار واحدة. لو انا احب ايه احب الاتنين. فبالنسبة لالاتنين مهمين جدا. رأيك في فكرة اه الازازة المدونة عليها اه اه طريقة اه تزديد ركالات الجزاء واللي شفناها مع منتخب مصر مع محمد ابو جبل في كاس الامم الافريقية. بص هي دي بتبقى مذكرة من الجاز الفني. وكابتن حضري اكيد بيعودوا مع بعض لان اعرف يعني انا كان في لينكات بيني وبين الحضري كتير جدا. وبيقول لي كاس فني بيعمل ايه? ما بيناموش يعني انت تتكلم لو اللعبة بتريح بتتغدى وتريح او مش عارف ايه تليوم مجتمعين من اول الصبح الاخر بيعودت يشرحوا يعود يذاكروا. فطبيعي ان انت النهاردة اكيد دربات الجزاء دي كانوا المحل الفني مع الحضري بيشوفوا اللعب ده فين بيشوت فين لان يتخلي بالك. حتى لو انت ما لقيتش لعبة بتشوت في في البطولة بيتطبعوا من انديته. الانديه بتاعته. الشارك فين بيشوت فين. اه فبالتالي هتلاقي زيزو حتى كمان كل الحراس بتروح على زاوية زيزو اكيد بيتفرجوا بس زيزو بحطها عالية. بس اكيد مذاكرين زيزو. مسلا. اميز الناس بتشوت فهم مذاكرين. وتلاقي كل الحراس بتروح بتروح معها بس ما بسوداش. هو مذاكر. ولو لاحظت انت اول ماتش. اول ماتش اعتقد اه كوديفار وحاجة كان ابو جابال عطول من ناحة اليمين. اه. واللعب فعلا كان بتلعب. اه ماتش اه الكاميرا النفسي القصة. فبالتالي دي مذاكرة. وبيتكتب خلو لك او فيه حوالي اربع خمس ورقات موجودين. ده في لانا هيلعب هنا وده هيلعب هنا محطوطة بشكل كوي. سواء بيشوف الرقم او الاسم. اللي جاي يشوت عليه. فيبقى عارف ان ده هيشوت اليمين في حراس. بيحطه. يجي رقم ستة. هنا. في المقص الشمال هنا. او رقم عشرة. هيشوت على الارض في الحتة الفلانية. خلاص. انت بتبقى بتلعب على ده. دي مذاكرة يعني. ودي اكيد يعني تحضيرات طبعا لمحل الاداء والحضري ومعامل حراس. ودلوقتي مع فقرة الاسلة السريعة مع الكابتن امير عبد الحميد. عايزين يا كابتن اجابة سريعة ولازم انتجاوب. لازم? لازم تجاوب. كابتن حسن شحاطة ولا كابتن محمود القهري؟ يعني. لآتلين صراحة. كابتن حسام البادري ولا مستر منو сложно. ميستر منوgirlجزي. كابتن احمد شبير ولا كابتن اقرامي الشحاط. كابت شبير. كابتن شريف اقرامي ولا كابتن محمد الشنوية? طاع ليه التاريخ وده التاريخ 아버س نختار الشيناوي. الشيناوي ولا ابو جبل? الاتنين جامدين. ما دي اجابة خلي بالك. الاتنين جامدين والاتنين ممتازين صراحة. مين افضل خمس حراس نارمة في تاريخ الكرة المصرية? حضري. كابتن شوبير. كابتن نادر. الشيناوي. ابو جبل. مين مستعبى الحراسة المارمة في مصر? اه صبحي وجد. خلي بالك برضو انت الشيناوي وابو جبل لسه ده موقت يعني. فدول المستعبى المعاومة الاتنين دول. عبدالله السعيد ولا محمد مجدي عفر? عفشة لعيب مميز وكل حاجة. بس عبدالله يعني لعب كتير وتاريخ كبير وخاف بطرات كبيرة. فاتت حسب له يعني. تريكة ولا شيكبالة? اكيد شيكبالة لعب كبير وكل حاجة. ومن ما استمتع بيلك انا بطريكة في حتة تانية خالص. لو في ايدك تضم تلات لعيبة من لعبة دور المصري للنادي الاهلي. تضم مين? هضم احمد رفعت. عمر كمال. احمد مدبولي في الاسماعيلي. عملت ايه بعد جول افشة في نهاية افريكي. جول افشة. كنت فيه? فكرني في لاحظة كده جول ابو تريكة في الصفاكسي. في نفس اللحظة. مم. نفس الفرحة نفس كل حاجة. اتمططت. كنت فين المطشة. في البيت. عادتنا اتططت انا ولادي. يعني كانت من نسباني فرحة كبيرة جدا. جول ابو افشة. مين قرى بلعب لك في حياتك? محمود فتح الله. محمود فتح الله. محمود فتح الله. فضل نفس القصة. سام غالي. حسن شامي. لقاي. جده. زيدان. ناس كتير. يعني الحمد لله علاقتي بيهم كويسة. وده امن بنتجمع مع بعض. مين اعرب الناس اللي كانت معك في الاوضة في فترتك مع النادي الاهلي? اعرب اتنين كان احمد بلالو وعمد متعب. تراكيد بقى فيه كواليس وفيه حاجات كتيرة جدا معاهم. اه. اهمها. اهمها لنا ما كنا منتكلم في الكرة. كنت بقول لهم يعملوا ايه للحارس اللي جاي لك? يعني لما فيه انفراد تعمل ايه? لو الكرة فين تحط فين? بلال طبعا جابت كل اجوال وكان بيلبس الجزمة بتاعتي. يعني من برضى المواقف الغريبة كان بلال كل الاجوال اللي كان بيجيبها كان بيلبس جزمتي. ومرة متعب مرة واحدة. مباراة عمرك ما تنساه في حياتك. في مباراة كتيرة لكن عميزهم القطن الكاميروني. اللي طبعا كان بصمة جامدة. ثمانية. اه. القطن الكاميروني كان كان بطولة جامدة وصعبة. وظروفها صعبة. والحمد لله كانت اعملت يعني انا وزمالي برضو موجود كبير جدا. واماتش القطن كان نسبالي مهمة جدا. وتالت العالم طبعا اكيدا. جول دخل فيك عمرك ما تنساه. هو جول اهلي وزمالك اربعة تلاتة. اللي هو جول عمرو زاكي. كان في لغبطة كده بيني وبين الدفاع والتكنة على بعض وده هيشيل وده مش هيشيل. طب شيل انت في ثانية لان عمرو حتى كمان عمرو كان عامل عملية في وشه. دخل بنا وحطوا كرة في دماغه ما خافش يعني. بتشجع مين عالميا? ريال مادريد. ميسي ولا رونالدو? رونالدو. تحب ايه في الالعاب الاخرى بتلعب ايه? بحبها لعب فولي. لو ما كنتش لعب كرة كنت هتبقى ايه? كنت اتمنى بقى بحب السفرة كنت تبقى طيار مسلا. افضل اكلة بتحبها? محشي ورق عنب. مش عنب آآ كرومب. تحب تسمع مين من المطربين? حمائي وعمري دياب اكيد يعني. الحاجة اللي كنت بتعملها ونصحت ولادك ما اعملهاش. هم بيلعبوا كرة. فاااااو لعبت كرة العب بس. ركز في شغلك بس. ما كش تعب ايه حاجة تانية ولا ايه حاجة تشغيل لك. ولو ما لعبتش عادي ما لعبت عادي. اما حاجة تبقى كويس. هل كنت بتقول لهم ان هم ما يركزوش على انهم ااا ولاد لعب اولاد لعيب كرة? هم اصلا بيحبوش الحتة دي. ودائما بيعندوا معايا لو داخل حتى انا قلت له مثلا ايه? عادي يتكلم معا مش عارف فاني يقول له انا بابايا يقولش. فدي حاجة كويسة انا على الوقت ايه? اكيد طبعا وجود اسمي اكيد بيسهل في حاجات معينة بسيطة. بتحلم تدريب النادي الاهلي? طبعا اكيد ان شاء الله ابقى احنا من انا ابقى متواجد جوان النادي الاهلي وخصوصا انه انا مدارب حراس باربا النادي الاهلي ده برضو حلم كبير بالنسبال ان شاء الله يعني. تتمنى تشوف ولادك فين في الكورة يا كابتن بعد خمس سن يكونوا بيلعبوا في النادي الاهلي ومنتخب مصر ويحترفوا. ده بالنسبالي يعني حاجاتي بقى كبيرة جدا. عرفنا بهم طيب? ادم عنده 15 سنة. كان في النادي الاهلي في كاديمية النادي الاهلي. دلوقتي بيلعب في النادي زد. بيلعب مركز عشرة. قاسر شايفه فنان اكتر يعني. لكن بيلعب برضو بيلعب كورة. كان في كاديمية النادي الاهلي. وعندي زنة دكتورة طبعا. طب اسنان جامعة قاهرة. برضو في حتة تانية خالص. ما نخليك. لو مودك وحش بقى وعايز اه تغير الاحسن بتتفرج على متشاط كورة ولا تسمع افلام ولا مزيكة ولا اي. بوقت في مكان لوحدي. او اسافر لوحدي على بحر او هنمشي بالعربية. او اشوف حد من صحابي ده مهم خفيف فاكرج معاه. وفي واحد او اتنين. زي مين? واحد برا الكورة. وممكن مسلا اكلم واحد زي حسن الشامي اكلم واحد زي احمل السيد. اه الناس اللي هي دماء خفيف. باش كورة ككابتن شرفتنا ونورتنا في اللي كورة. ربنا يخليك انا طبعا متشكل كدا على المقابلة دي. وطبعا لما قالوا لي يلا كورة فانا يعني اكيد مش هتأخر عليكم. واناس محترمة. واتمنى ان شاء الله ليكون الحوار كويس والناس يتبسط به ان شاء الله. شكرا لكم بالتوفيه ان شاء الله. وده كان لقانا مع اختبوت حراسة النادي الاهلي ومنتخب مصر الكابتن امير عبد الحميد. باشكركم شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.